رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي تحت الاقامة الجبرية تصريح رسمي يؤكد الشكوك التي تدور حول اقامة رئيس الجمهورية في الرياض وزير الدولة صلاح الصيادي خرج عن صمته داعيا اليمنين للخروج عن صمتهم ايضا والتظاهر من اجل انقاذ رئيسهم والاعتصام للمطالبة بعودته الى اليمن المسل اليمني حذر ولأول مرة من كوارث تاريخية قادمة لليمن طالما بقي هادي في الرياض مؤكدا على ان الطريق الوحيد لهزيمة الانقلاب والسعادة الدولة تبدأ من خروج هادي من السعودية تصروح الوزير الصيادي يشير وفق مراقبين الى وجود ازمة سياسية كبيرة بين الشرعية والسعودية بدليل ربط الوزير اقامة هادي في الرياض بقصة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الذي وفق الصيادي تحرر من اقامته الجبرية في ايام بينما مزالت الشرعية تايهة في الرياض منذ سنين لم يعود الرئيس هادي لليمن منذ فبرائر 2017 واكدت مصادر مطلعة ان السلطات السعودية اعادت هادي من مطار الرياض بينما كان متوجها لعدن وتشير تلك المصادر الى ان زيارة كانت متوقعة لهادي للامم المتحدة ما زالت معلقة بدأت الازمة السياسية بين الرياض والشرعية بسبب الصمت المتواصل للرياض على دعم الامارات لميليشيات مسلحة داخل المحافظات المحررة ويعاقة حضور الشرعية فيها وتفاقمت الازمة مع صمت الرياض على احداث الانقلاب في عدن بداية العام الجاري وتعاملها مع الشرعية كطرف مساوى للمجلس الانتقالي الجنوبي تتزامن الاتهامات الموجهة للرياض بوضع هادي تحت الاقامة الجبرية مع الاجراءات السعودية الاخيرة الطاردة لليمنيين من المملكة وهو ما يؤكد ان اليمن كلها وليس فقط رئيسها تحت الاقامة الجبرية